ده الجزء الثاني من رسمة ليوناردو ديكابريو الجزء الاول هنزلوك في صندوق الوصف ياري تتفرجوا عليه عشان تكملوا الفيديو من اول وغاية اخره الفيديو ده كنا بنتكلم عن رسمين المحترفين بيعملوا ايه في حياتهم عشان مستواهم يتطور جدا في الرسم ورسمة دي عبارة عن تدريب سريع مش مهم فيها الدقة ولكن مهم ان يدك تشتغل ومهم انك تبقى عندك الجرأة انك ترسم وما تخافش لان دي اكتر حاجة تقوي مستواك في الرسم ومهم كمان تستمر لازم تستمر في ناس كتير بتقولي انا ببطر الرسم بلاي مستواك قل فده طبيعي جدا يا جماعة ان انت لما تبعد عن الحاجة مستواك بقل زي العيب الكورة لما بيركن في فترة على الدكة او دكة الاحتياط بتلاقي مستواك قل جدا فالرسم زي كده بالظبط فلازم تبقى ايدك ماشي على طول في الاسبوع على الاقل ترسم رسمة عشان مستواك دايما يفضل في تطور وتحسن وتحافظ عليه حاول دايما التدريبات التي تعملها مع نفسك عشان مستواك يتطور وتعملها بقلم واحد بس لان قلم واحد بس لما تدرج منه كزا درجة ده هيخليك محترف جدا في التصديل وهيخليك تعرف تمسك اي قلم ترسم به رسمة جميلة جدا وانك تطلع من قلم واحد كزا درجة ده في حد ذاته حاجة جامدة جدا وهتخلي مستواك عالي لو فاكرين كورس الاحتراف اللي هو كان المرجع بتاعنا في اي رسمة بعد كده ولو انت بتفرج على اي رسمة على اليوتيوب لازم تبقى سمع كورس الاحتراف ده عندي حتى لوش هتسمع اي فيديو غيره الفيديو مهم جدا لانه فيه مفاتيح الرسم وفيه ازاي تبدأ في الرسم وفيه كل اساسيات الرسم كمان لاي مبتدئ او اي حد دي سيخش مجال الرسم وللمحترفين كمان احنا اقول لان التصليل ده فيه تلت مفاتيح او تلت طرق للتصليل معظم الرسمين في العالم بيستخدموهم الهاتشنج والكوروس هاتشنج والسكانبلينج الهاتشنج اللي هو باعمل خطوط جنب بعضها زي ما نشغال في الخد بتاع ليوناردو ديكابريو ده الخطوط جنب بعضها لحد ما اجسم الجزء الجزء اللي انا اشغل فيه ولحد ما اشتغل اعزله النور اما الكوروس هاتشنج اللي انا اشغال فيه دلوقتي برضو تحت الرقب ان انا اعمل خطوط وبأعمل خطوط عكسها ده اسمه كوروس هاتشنج تمام وفيه حاجه اسمها مسكيمبلينج مسكيمبلينج ان انا برسم او بظلل بطريقة دائرية بالقلم يعني بافضل يلف بالبلية على الورقة بطريقة دائرية وطريقة دوائر صغيرة جنب بعضها والتظليل عموما يعني شكل اتجاه الخط في الورقة تمام؟ يعني اي خط بترسمه على الورقة هو تصديل احاول اتمران اوديكو على التمرين ده والشاطر جدا اللي يعرف يعمله هو بسيط ممكن تجيب اي صورة تخططو فيها زي ما انا شغال دلوقتي الرسمة دي زي ما قلتلكو في اول جزء انها مش واو واحترافي يعني وحاجة جامدة جدا ولكن بتزبط ايدك في النسب والابعاد وتخليك جريد جدا على الورقة القلم الجاف هيقوم استوك ليه؟ عشان هو قلم واحد بتطلع منه كزا درجة وكمان الغلطة منه بفورة يعني الغلطة ما ينفعش تصلحها فدي من مميزات القلم الجاف انه بتخليك قوي جدا في الرسم وبتخليك ترسم ما تخافش ويبقى عندك جرأة فلما تمسك قلم الرصاص وترسم به تبقى جامد قوي في الرسم القلم الجاف هو من اصعب الخامات في الرسم على مستوى العالم يعني الالوان الزيت ممكن تصلح فيها القلم الرصاص والفحم اليوم برضو تصحيح اخطاء ممكن تمسح الغلط بتاعك بالممحقة والاستيكة كل خامة ليها حل ولكن القلم الجاف هو الوحيد للمانوش حل القلم الجاف ممكن تصلح الغلط بتاعه في حالة واحدة انك ايدك تبقى خفيفة جدا في الرسم فهو بيدرب ايدك على خفة اليد في الرسم وبيدرب ايدك على التصديل بسهولة جدا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر لما اجا يظل للشعر لازم الشعر يبقى اغمق جزء في الرسمة زي ما اتفقت معاكو في الجزء الاول لو في اي نقطة وايفت قدامكو قلو هالي فتعليق وانا تحتمروكم في اي سؤال موسيقى 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 القلم الجاف يساعدك جدا انك تعرف تدرج اي خامة معاك بعد كده فكرة في الفيديو ده جماعة ان انا بقولوكوا اتمرانوا كتير جدا عشان توصلوا لمستويات عالية وان شاء الله كلوكوا تنجحوا وتبقوا افضل مني ولما انا والله بدأت في الرسم ما كنتش يعني جامد جدا انا بدأت برضو ضعيف على قدي بعد كده مع الاستمرار ومع حب الحاجة دي ابتدى مستويات طور فحبيت الرسم بدأت اكتهت فيه جدا واغلط براحتي وما كنتش بايقس وكنت كلما غلط احاول اصالح مغلطي واتعلم مغلطي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان فيه ناس دايما بتسألني انت بتحافظ على مستويك ازاي بحافظ على مستويات التمرينات اليومية اللي انا بعملها معاكم كده زي البرتري او الوش اللي انا برسمه معاكم دلوقتي بجيب مثلا الوش من صورة وابدأ ازلل فيه او اشتغل في حاجة من خيالي ولكن الاهم ان ارسم مثلا في الاسبوع مرتين او ارسم وانا في وقت فاضي يعني ما ضيعش وقت كتير لو عايز مستويات اتطور لازم افضل شغال على طول واي رسم هتشوفوه او اي حد جامد جدا في اي موهبة اكيد اشتغل على نفسه كتير جدا واكيد قبل احباط واكيد يعني حاول كتير لحد ما نجح مفيش حد فينا ابتدى محترف فعايزكوا تشتغلوا وتنجحوا وما تسمعوش لاي احباط في حياتكم يعني اي حد يحبطكوا عندو وينجحوا اكتر اشتغلوا في حياتكم اذا خلصت معاكم الفيديو ببساطة واي سؤال في الفيديو عايزين تسألوه تحت امركو ما تنسوش الاشتراك في قناة الفلوجات حالا دلوقتي واعملوا لايك واشتركوا في القناة لو انت مش مشترك في القناة ان شاء الله هتعجبك اشوفكم في فيديو جديد تكونوا كلكم في احسن حال يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اجمد ذنانين في الدنيا اشتركوا في القناة